أكد وزير التجارة وصناعة أحمد سمير أن مصر تستهدف العديد من الخطط الطموحة في مجال التنمية الصناعية والمشروعات الكبرى لإنشاء 26 مدينة جديدة وخلال كلمته باجتماعات المؤتمر الوزري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي قال إن مصر تستهدف أيضا توطين صناعة مصرية في مجالات النقل والطاقة والسيارات والنقل العام وإنشاء 12 منطقة لوجستية في أفريقيا وأشار إلى أن مصر قدمت عددا من الحوافز الغير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية والتي تشمل إعفاءات ضاربية تصل لعشر سنوات واسترداد خمسين في المئة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غدون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين